اشتركوا في القناة واحدة من الغاز رح يقول لك قول لمايك انه يغطس رسالتي في الماء طبعا طبيعي تجد تدور في اللعبة عن رسالة صح لكن لو يعني بتضيء ساعات كثيرة دور على الرسالة وما رح تلقاها ليش لانها مش موجودة في اللعبة اصلا طيب وين تلقى الرسالة انا اقول لكم الرسالة هي داخل علبة الشريط نعم داخل علبة الشريط الحقيقية يعني ايام النيتندو اللي هو الكيميتر العائلة بالاسم الثاني لا كاننا دائما نشتل اللعبة ونقطل علبة علبة اللي من كارتون مصنوعة لانها علبة ما تسبيد منها وشيط نفسه يحافظ بنفسه فما رح يتصور انه يقدر يحافظ العلبة هذي فلما اطلع رسالة من الشريط من علبة الشريط حتى لو مثلا لو انك ما قطيتها لازم تغطسها في الموية وعشان تغطسها في الموية لازم تغطسها في مقدار معين اذا غطستها اكثر راح تروح الكتابة وغطستها لقل راح ما تبين ومو بس كده يمكن بعد ان تريد تلعب لعب مرة ثانية يلا دور رسالة وغطسها مرة ثانية واكتب الكوت شي جدا مزعج ثاني اللعبة معنا ايضا لعبة قديمة اسمها جيمس بوند W7 The Stealth Affair ونزعت على الجهاز البي سي اللعبة رح تخليك تلعب فيها الفترة معينة لكن بعدها يبدأ الغباء لما طفي اللعبة وتتشغلها مرة ثانية ما رح تطلع لك شاشة البداية لما تعود عليه هي طالك جيمس بوند مع المسدس لا رح تطلع صورة غريبة جدا كأنك رسمها ببرنامج الرسام اللي تشوفونا قدامكم هذه وبيكون لونها ابيض واسود وفي مكان معين صغير عليه مربع احمر زي ما شوهم بالصورة طبعا المكان المربع هذا لازم تعرف ايش الالوان اللي داخله كيف تعرف مرة ثانية ترجع للكرتون وترجع للكتلوج اللعبة مين منه يقرر كتلوج اللعبة أصلا فلما تقرر الكتلوج هذا تفتحه تلقى صورة الصورة هذه لقدامك بالالوان فأنت تطالع اللون وتقول تختاره ان مثلا احمر تختار رد احمر خاص وبعدين هو تشتغل اللعبة المصيبة مو كده السيف الموضوع انه في ناس كثير مصابين بعمل الالوان فهذا شي جدا سيئ لهم وللأسف ما يقدرون يسوونا لانه مستحيل عليهم ثالث اللعبة معنا لعبة جديدة لا تخافون لعبة كلنا نعرفها لعبة بايو شوك وبالأخص نسخة البي سي ليش نسخة البي سي ببساطة 2K ونفسها ذكية قررت ان تخليك تحمل اللعبة لجهازك مرتين فقط معناها تقرأت تفعلها فقط مرتين في الجهاز البي سي بعدين لو قررت تمسحها وترجع تنزلها مرة ثانية ما راح يخليك الجهاز بيقولك لا انت وردي فعلتها مرتين خلاص ما راح تنزلها مرة ثانية حتى لو شريتها بيكون في مشكلة ثانية انه احيانا او هنقول كثير من الناس اشتكوا ان الارقام السيري لنبر حقهم ملطبوعة غلط يعني غير المصيبة هذي المصيبة الثانية ليش كده يتوكي اللعبة الرابعة راح نرجع للزمن مرة مرة ورا قبل نيتندو اصلا ايام جهاز اسمه الكومدور سكستي فور وكانت بعض العابه صايرة كأنها شريت كاسيت زي ما شفوا قدامكم والحاجة بتكلمانا الحين ما هذوري للعبة لكنها نظام حماية من شركة لنسلوك وطبك في الاجزة القديمة لكومدور سكستي فور ومثل ما قلت لكم وايضا الاتاري وايضا اجزة السينكلير وغيرها لنسلوك هذي طلعت لك قطعة زي ما تشوفون قطعة بلاستيكية وعليها زي قزاز من داخل الكودك حقها فهذه ش فكرتها وانت نعب لوحدة من العابهم ايش يصير راح توقف اللعبة فجأة وتصير شاشة كلها الشكل تشوفون قدامك هذا اللي هو مربعات وخطوط ومدر ايش هذا طبعا انت تشوفها بما راح تفهم شي لكن لما تمسك الكودك القطعة هذي اللي جات معها وتحطها على الشاشة راح تقرأ الأرقام ومو بس كده تحتاج لك تكتبتها بيد وتمسك يد الثانية الكيبورد وتطلط الأرقام اللي تشوفها لانه صعب انك تكتبوا هذا فالموضوع مره يعقد كان وجدا كان الناس مستعين منه واخر اللعبة معنا قول ما اقول لكم اسمها اقول لكم حاجة عنها اول شي اول شي اللعبة هذي حطيتها في اللستة مو عشان غباء اللي فيها صار لا بالعكس اللي صار انا شخصيا عاجب لي جدا واشوفهم الاشياء الرهيبة اللي طبقت صح لك قررت ان اختارها هنا حطها في اللستة واختارها اخر شي حطها عساس اتعبين لكم انه كيف الطريقة الصحيحة انك تسوي كود برا اللعبة تستخدمها بحيث انك تقدر تستخدمها داخل اللعبة اوكي عرفتوها صح طبعا الكود حق الراديو مش ما رح يقول لك اه في اللعبة على طول خلي نشرح لكم ليش لانه مفروض تلقي الكود علبة الشريط حق اللعبة من ورا من الخلف اللقاء مكتوب باللعبة مو بس كذا حتى لو ما عرف تاخذ الكود من هذا بيطلع لك الكولونال كامبل وبيقول لك الكود موجود ورا علبة الشريط حتى لو ما فهمت هذا الشي رح يطلع لك اخر شي ويطفش منك يقول لك خلاص تركز عجتنا هذا الكود مرأل هذي الطريقة الصحيحة طبقت عطوك طريقة ثانية بحيث الناس يمكن المعرفة يسوونها يلقون الحل وما يتوهقون زي باقي الألعاب وهذا لست العاب الموجودة الألعاب اللي حاربة اللاعبين بغباء طبعا مع عدم انت القير هي اللعبة الصحيحة هل كانت موجودة في الموضوع قلونا شاككم بالفيديو وعطونا رأيكم بالألعاب اللي اخترناها وقلونا لو عندك تعرفون ألعاب ثانية زي كذا ووصلونا ثلاثين الف لايك أو إعجاب وراح أعدكم أن يسوي لكم جزء تاني له قريبا كما معكم فاد الشيحة مع السلام شكرا